مولاي مولاي يا مولاي 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 يا مولاي بسم الله الرحمن الرحيم هناك رواية خاصة بالنسبة إلى المسألة التي ذكرتمها وانظروا الفقهاء في الكتب المفصلة ذكرها في باب الديات فراجعوا هناك فهناك صور مختلفة تختلف الصور تارة الجميع يتوفون تارة البعض وثالثة يتوفى الأول ثم ثاني وهكذا فهناك الصور مختلفة فراجعوا الجواهر أو شرحوا اللمعة أو الرياض أمثال هذه الكتب المفصلة ترجمة نانسي قنقر السؤال حول إذا زالت الشمس وجبت الصلاة وهناك رواية أخرى تقول لا تنفل لا تتنفل في وقت الفضيلة فكيف يجمع بينهما لأنه بعض النوافل في وقت الفضيلة الصلاة الجواب لأنه عندما هو الشارع نفسه قد عين وقت النافلة فعينها في وقت الفريضة والنافلة تكون في وقت الفريضة لأجل أن الشارع قد عين ذلك فهو الوقت الصحيح وفي رواية الواية الصحيحة إنما جعل القدى والقدمان إلى أن يقول لمكان نافلة فمن أراد أن يتنفل فيصل من أول الظهر فلأن النافلة قبل وقت الظهر لا يمكن لأنه لم يحين وقته ففي هذه الصورة هذه النافلة في أول الظهر تقدم على الفريضة في الفضيلة أما إذا لم يرد أن يأتي بالنافلة فيأتي بأول الوقت بصلاة الفريضة الشارع على أنه في الظهر إلا أن هذه بعد هذا أي صلاة العاصر بعد الظهر فكيف يتنفل الإنسان؟ الجواب على أنه الصلاة في صلاة النافلة في الوقت الذي ذكره الشارع هو أفضل من صلاة الفريضة يعني فيه الفضيلة العظمى لما عين الشارع ذلك لمكان النافلة أشعر حول أن القرآن هو مثلا الفرقان المبين أو هدى للناس فكيف يكون واضحا وبينا وعيانا للناس من دون أن نرى هذه التفاصيل والاختلافات والأخوال المتشتتة بالنسبة إلى أخوال القرآن؟ الجواب الجواب على أن المرحوم الشيخ الأنصاري في أوائل الرسائل بعد القاطعة يبحث عن هذه المسألة بأنه ظواهر القرآن حجة ونفس القرآن الكريم قد ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأمور مجمل وهذه مستثنيات السؤال على أن الضواهر نفسه أيضا مجمل الجواب أنه النبي صلى الله عليه وآله قال كتاب الله عترتي فما قالته العتر الطاهرة بانضمام القرآن نرى ما حصله وإن كان هناك اختلاف أي ما حصل اختلاف لأجل بعض الظواهر التي تتعارض مع بعضها الآخر أو التزاحمات مثلا هناك أمران لازمان والمكلف لم يتمكن من جمعهما والاختلافات في هذه الأمور مثلا يختار هذا أو ذلك أما كون القرآن ظاهف له ظهور وليس له معارض فهذا لا اشكال فيه ومن المسلمات والمسلمات الفقهية ونفس القرآن قد قال ما أتاكم الرسول فأخذوا بأي معنى بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وضمه إلى القرآن وثم قال النبي صلى الله عليه وعليه ما قال نتاركم فيكم كتاب الله وعثرته فهما معا وأول كلمة على ما بظالي قاله أمير المؤمنين صلى الله عليه وعليه بعد خمسة وعشرون عاما بعد شهادة النبي صلى الله عليه وعليه ورجع الناس إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وبايعوه قال أمير المؤمنين هناك على ما بظالي في أول خطبة له أهل ما مضمونه والرواية موجودة في الكتب الأربعة وغيرها أيضا قال عليه السلام كما أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل التوحيد من دون الرسالة هكذا كما أنه قال يا الله أني أقبلك ولكن لا أقبل رسولك فلا يقبل الله سبحانه وتعالى التوحيد هكذا لا يقبل التوحيد والرسالة من دون الإمامة فمن قال أنه يا رب أني أقبلك وأقبل رسولك ثم لا يقبل الإمامة فليس مقبولا هذا الشيء وهذا الثلاثة معا ثم لا يقبل لا يقبل يا رب أني أقبل أنا اشتركوا في القناة على النبي صلى الله عليه وآله هو نفس القرآن وثانيا تفسير القرآن وثالثا تأويلات القرآن الحكيم وأمير المؤمن صلى الله عليه كتب هذه الثلاثة مع القرآن والتفسير والتأويل وقاعدة الرواية إن كانت معتبرة يحمل على التأويل والتفسير أيضا مضافا للقرآن السؤال حول الوصية بأن العرف العامة لا يقبلون بأنه مثلا أو ليس عنده واضحا بأن الإنسان لا يتمكن أن يوصف أكثر من الثلث من أماله فمثلا في حياته أعطى شيئا مثلا بيتا أو سيارة لأحد أولاده وبعد موته يحسبون أنه قد أعطى هذا الشيء ويحسب من ثلثه الجواب على أن هذه المسألة تابعة للتنجيز والتعليق بالموت والعقود تابعة للقصود السؤال على أنه إن كان كمثل هذا الارتكاز بأنه أعطى الإنسان شيئا لولده والإنسان يتمكن أن يوصف ثلثه الجواب على أنه عندما يقول الشارع بأنه يعطى الولد مثلا أو أحدا آخر أكثر من ثلثه فلا حجة له وهذه المنبالة تختلف بأنه إذا كان هذا الشيء والإعطاء مثلا في ارتكاز عنده فيختلف لكن يدفعني يا لهضع بخير هذه المهاتان كما يكون في ارتكاز عندما يقفي ولكنني فهمت يعني لا أعطى أبدا столه سلظه الاهواتان فإن كان عالماً بشيء كان يأتي بهذا الشيء مثلاً ومع هذا ليس لهناك ارتكاز فلا حجية لما جاء به من مثلاً إعطائه هذا الشيء لمثلاً هذا الولد أو فالقصد الفعلي هو الملاك في المسألة والعقود تابعة للقصود بالنسبة إلى القصد الفعلي للقصد اللولائي الشيء حول التشبه بالكفار هناك دين على الحرمة أما بالنسبة إلى التشبه بالعامة ماذا؟ الجواب على أنه نفس التشبه بالكفار محل الخلاف أما التشبه بالعامة فلا أستحضر هذه المسألة ولكن ربما هناك نحو ملاك نتمكن أن نأخذه فإن كان هناك نص نأخذ هذا الشيء وإلا إذا مثلاً لم يكن نص ولم يحرز واحتم لشيء فالأس رفع ذلك الشيء وعدم الاحتمال سلام عليكم أمور أَسْنِ أَسْنَ أَسْنَ ثقبت وعنى اعتمال تقلیدهم 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 لكنهم تقلیدهم فإنجا السؤال حول تشخيص الأعلم أمر جدا صعب الجواب على أنه تشخيص الأعلم صعب للعوام أما لأهل الخبرة فلا إذا شخص الأعلم فيجب فتقليد الأعلم ما إحراز ثلاثة شروط هناك واجب الاحتياط أولا أن يعلم بأنه هناك الأعلم بين هؤلاء أما إن لم يعلم أو رأيهم متساوين في العلم هل يمكن تقليد المشتري المتجزي؟ هل يمكن تقليد المشتري المتجزي؟ إن كان المشتري المتجزي أعلم في ذلك الباب وذلك الكتاب من باقي العلماء فيجوز تقليده بل يجب تقليده أولا أن أنت تقليد المتجزي سأل المشتري المتجزي سأل المشتري المتجزي اشتركوا في القناة السؤال على انه في بعض البلاد متعارف هذا الشيء بانه مثلا يقول يعطي فلانا من اولادي شيئا بعنوان الارث فمات بعد مدة عشر سنوات فهل يعد هذا ارثين وانه لا يرث بعدها الجواب على انه انظروا الى القصود اذا ملكه هذا الشيء فخرج عن ملكته وصار في ملكه اما انه يقول لا اورثك شيئا فليس له لان الارث حكم وليس بحقه الا انه يصالح مثلا يقول اصالح بينكم اعطي اولادي هذا الولد هذا الشيء وذلك الاخر هذا الشيء في مقابل انه لما اموت لانهم يارثون يعطي كل منهم مثلا الحصال الاخر او هكذا فالصلح عقد لازم اذا كان بهذا النحف لا اشكل اما بغيره يشكل فانه يقول لهم لما ملكتم هبوا ما لكم الى الاخرين مثلا بين الورثة وهذا هو نحو الصلح اللازم او ها عقد لازم نحو الصلح فالسلم وقال مستنت PEACE عادي وقد ذكرت على انه معطي احد أولادي هذا الشيء هذا البيت على انه لما يموته الإنسان أن لا يرث هذا الولد شيئا من إرثه فهذا لا يمكن إلا أنه بنحو المصالح إذا كانت المسألة فيجوز هذا الشيء أسأل على أنه عندما لم يموت فكيف يهب شيئا الجواب على أنه يقول عندما أموت لك هذا الشيء وهب هذا الشيء مثلا باقي إخوتك فهذا لا يكون من قبل التعليق في العقد وإنما التعليق في المقيد كالهب المعوضة مثلا فمثلا يقول أريد أن أعطيك الآن هذا المقدار من المال وملكك في قبال أنه عندما أموت تتكفل أنت بالصلاة والصوم عني أو بدافع الأجرة لمن يتكفل هذا الشيء ولا أشكال فيه فهذا ليس تعليقا في العقدة السؤال حول الفرق بين التأويل والتنزيل الجواب على أنه النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الشيء بالنسبة إلى أمير الممنين بأنه النبي صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام بأنه سوف كما قاتلت على التنزيل فأنت سوف تقاتل على التأويل الآية المباركة أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين فالنبي صلى الله عليه وآله لأنه النبي لم يقاتل مع المنافقين فقال النبي من جهة أخرى بأنه كما أنا قاتلت على التنزيل سوف تقاتل أنت يا علي يا أمير الممن على التأويل فرموده با کفار و منافقين جنگ دفاعی کن این جنگ دفاعی با کفار مال منه اما جنگ دفاعی با منافقين مال توست در این آية فرموده بله جایه النبي جاهد الكفار و منافقين سوف تقاتل أمير الممن لفت شو رسول الله هستم و المعنى بأنه ما جاءك من قبل الله سبحانه وتعالى و معنى هو تأويل القرآن لا نص القرآن نعم نعم صلاة المغرب والعزا بين الصلاة اكو مكانات يوجد اكو آذان وبعض المكان الآخر ما اكو آذان لا شوفوا يسقط الأذان في موارد نعم وهذا السقوط رخصة معزيمة اذا واحد صلى المغرب وبعدين مباشرة يريد يصلي العشاء ما يأذن تانی مره اما اذا فاصل صار ايه اذا فاصل صار الأذان يسقط رخصتان يعني يقدر يأذن ولهذا برخصة مو عزيمة مو الزام لأنه رخصة فتبا كان يأذن فتبا كان ما يأذن المثل الثاني في كربلا الآن عندما تشعر ظاهرة الفرمودة النباس القصير ماهو للرجال على كل مو الزام بعنوان ثانو حرام لا يخلق وفي نفس لا يخلق لا يخلق لا يخلق اذا يوجب الفساد هذا ما يجد لا ماذا يقول اذا يوجب الفساد الله نحن 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 نقول في الحديث الشريف اكو ما يأتي منه الفساد محظا هذا ما يجد اما اذا لا ما يجب الفساد لا يعني نحن نستطيع نقول هذا يعني اذا يجب الفساد حرام وإلا لا ترجمة نانسي قنقر واحد اذا يكون نوعا 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 محظا نوعا 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 سؤال حول مسألة في العروة الوثقة يقول صاحب العروة إذا قصد العشرة وعين المحدودة وثم خرج من هناك ويذكر مسألة ثم يأتي في المسألة المتعقبة له ويقول في الصحاري وأنثال هذه الأمور فيختلف عن الحكم في المسألة الأولى الجواب على أنه أحتمل أن يكون نظر المرحوم صاحب العروة لأجل من بعض الأشخاص الذين ليس لهم وطن من لا وطن له فمن لا وطن له صلاته تكون تامة وكاملة وربما لأجل هذه قاعدة اختلفت المسألة السؤال حول أن يجع في الأرض الخليفة هل مختص بالنسبة للأنبياء والأمة أو يشمل آخرون الجواب على أن جميع البشر هم خلفاء البشر أما كون الأنبياء والأم هؤلاء حجج وخلفاء على الناس أما الآخرون فهم خلفاء فيما بينهم أصلى الله على محمد الله عليه الصحيح شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة